اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصطلح العمالة الفكرية يعود الى الواجهة صحيفة حكومية تهاجم الاذيب بكاركاتير ساخر من انتقاده للحراك المدني والاخير يدافع عن تصريحاته ويقول ردود الافعال جاءت من افراد لا تعرف معناه العمليات المشتركة ومن بعدها هيئة الحج ينفيان تعرض كتائب سيد الشهداء لهجوما داخل اراضي العراق وتؤكدان بان ما تم تدوله من احداثا وقعت خارج الحدود العراق دولة مقسمة وبلا سيادة وموعد الاستفتاء لا رجعة فيه يقول مسعود برزاني وإيران تحذر ما بناه الاكراد بسنوات سينهار بالاستفتاء خلال مؤتمر مركزي عقيد بناحية ربيعة اختيار عبدالله حميد الياور شيخا لعموم عشائر شمر في العراق والمنطقة العربية تزوير وتلاعب الانتخابات ينتظر الأنبار المحافظة مرشحة لأكبر وأخطر عمليات فساد من قبل متاجرين بآلام النازح وينها الحكومة؟ أريد لواحد يطلع لي يقول لي أنا الشريف وأنا آقذ عقك ليش بس قاعدين غادي؟ ليش بس يهمبولون بالتلفزيونيات؟ خطأ طبي قاتل يبتر ساق شاب من بابل والخلاف المائي بين عشائر ذيقار ينظر بحرب على المياه أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد عاد إلى الواجهة السجال حول التصريحات التي أطلقها القيادة في حزب الدعوة ورئيس كتلة اتلاف دولة القانون عبر قناة الشرقية نيوز واتهم فيها التيار المدني بالعمالة الفكرية لأنظمة معادية للإسلام حيث دافع الأديفي رسالة وجهها إلى صحيفة الصباح الحكومية بعد نشرها كاريكاتيري تنتقل فيه تصريحاته بشأن الحراك المدني دافع عن تصريحاته لبرنامج في متناول اليد بشأن مصطلح العملاء الفكريون وقال أن قسما من ردود الأفعال عليه جاءت من أفراد لم تعرف معناه أصلا وقال الأديب أن العمالة الفكرية مصطلح ثقافي فكري أصل به المجموعة التي تنبهر بأفكار أديولوجية وسياسية من بيئة ومجتمع خارجي يكون مرجعا وحيدا لها وتكون هي بمثابة زابون دائم له دون أي مرجعية أخرى وبعيدا عن طبيعة مجتمعها وثقافته بل تقف أحيانا بالضد من مرجعية المجتمع للغالبية الإسلامية وتحاول أن تسيأ له وكانت جريدة الصباح الحكومية هجمت تصريحة الأديب عبر رسوم كاريكاتيرية تنتقد تصريحته الأخيرة عبر الشرقية نيوز ووصفه أنصار التيار المدني بأنهم عملاء فكريون ونشرت الجريدة على صدر صفحة أراء كاريكاتير لاثنين من التيار المدني محاطين بعملاء استخباريين يتهكمان في حوار ثنائي بتصريحات الأديب بالقول كم كتاب يتوجب على المفكر قراءته ليصل إلى مرحلة العلم العملاء الفكريين ويؤشر الكاريكاتير الساخر حملة العملاء لأجهزة اتصال وتنصت فيما يحمل المفكرون كتبا علميا هذا وكان رئيس كتلة دولة القانون علي الأديب وصف القائمين على الحراك الشعبي المدني المناهض للإسلام السياسي في العراق بأنهم عملاء فكريون لأنظمة هي بالأصل معادية للإسلام وتجربته في الحكم هي خارجية وداخلية ولكن لو إذا ما عدها مساحة في الداخل ما تشتغل العوامل الخارجية العوامل الخارجية عادة ما تلقى مخالف إلها بالداخل حتى تقدر توسع نفوط جميل نحن كل شيء لا نستطيع أن ندبع الخارج ما لم يكن القابل فيه داخل العراق ما يمكن أن تتوسع هذا ممتاز إذن هي حركة خارجية آيدولوجية خارجية تحرك شيء ما لمواجهة طبعا أن ذلك أصلا هم بالأساس عملاء فكريين لنظام أو أنظمة معينة فكرية أو منظومات فكرية معينة هو بالأساس معادي للإسلام معادي للأديان أصلا ما يؤمن بالأديان وعلى هذا الأساس يفكر حسب طريقته وبالتالي يريد أن يلزم أي زلة على أي واحد متدين أو من يدعو إلى الدولة الإسلامية أي زلة حتى يكبرها ويضخمها حتى يقول أنا أولى من عندها زي نحن العراق مر بأنظمة علمانية كثيرة من أيام عبد الكريم قاسم الشيوعين سيطروا على الساحة لفترة معينة أجوا الاشتراكيين وراها مع العبد الرحمن عارف وربعة ومن بعدين أجوا البعثيين اللي هم دعاة القومية ودعاة أيضا الاشتراكية وين وصل العراق خلال هذه الفترة؟ شنو علاقات الدولي؟ دعونا نقف لك عد نقطة أثارت فضولي نوعا ما عملاء فكريين أفترض بهذه الكلمة أنهما مو عملاء بالمفهوم العام وإنما هما يفكرون بطريقة الغرب أو على الأقل فكريا أكو التساق ما بينهما بين الغرب يعني مو عمالة لا مو عمالة سياسية مو عمالة سياسية بهذا المنطلق نقدر نقول أن الإسلاميين الشيعة في العراق يوصمون بأنهم عملاء فكريين لإيران أبدا أصل التشيع من العراق هو قد يكونوا الإيرانيين أو الفكريين إذا تسمح لي حضرتك أنا ما قاعد أطرح فكرة العقيدة وإنما العقيدة السياسية السلوك السياسي الأداء السياسي البعض يعتقد أن الأحزاب التي عاشت وترعرعت في إيران وجاءت من إيران ما زالت إلى غاية الآن تدين بالولاء بالأداء السياسي لإيران وبعضهم يصرح بهذا علنا تجربة الإيرانية تجربة فريدة من نوع في المنطقة هي أجت على أثر ثورة شعبية فالكثير من الناس بالإراق أو غير الإراق مغرمين بهذه التجربة ومن حقه أن يغرم بأي تجربة مثل ما عدنا شيوعين بالإراق مغرمين بالتجربة الصينية آخرين كانوا مغرمين بالتجربة السوفيتية آخرين لبراليين أصلا أشاق لما موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا اللي أنا أسميه العمالة الفكرية أنت من حقك أن تعجب العمليات المشتركة ومن بعدها هيئة الحجد ينفيان تعرض كتائب سيد الشهداء لهجوم داخل أراضي العراق وتؤكدان بأن ما تم تداوله من أحداث وقعت خارج الحدود تزوير وتلاعب بالانتخابات ينتظر الأنبار المحافظة مرشحة لأكبر وأخطر عمليات فساد من قبل متاجرين بآلام النازحين إلى التطورات في الأنبار إذ نفت قيادة العمليات المشتركة تعرض فصائل بالحجد الشعبي لقصفا أمريكي داخل الأراضي العراقية عند منطقة عكاشات غربية الأنبار وقالت العمليات المشتركة في بيان إن الحوادث التي تنقلتها وسائل الأعلام وقعت خارج الحدود العراقية ولم تطال مقاتلي الحجد الشعبي أو أي قوات عراقية أخرى بدورها نفت هيئة الحجد الشعبي وقوع أي هجوم على قواتها داخل الأراضي العراقية وقالت إنما جرى تداوله من أحداث وقعت خارج حدود العراق في إشارة إلى سوريا وكانت كتاب سيد الشهداء المنضوية في صفوف الحجد أعلنت مقتلة وجرح عددا كبير من عناصرها بقصفا جوي بقنابلة ذكية استهدف مواقعها على الحدود العراقية مع سوريا من جهة عكاشات أضوى أصرت كتاب سيد الشهداء على اتهام طيران التحالف الدولي بقصف مواقعها قرب عكاشات غربي الأنبار وقالت إن لديها تسجيلا يثبت صحة تلك المعلومات وقال مسؤول الإعلام الحربي في كتاب سيد الشهداء حسن عبدالهادي خلال اتصال هاتفي مع شرقي نيوز قال إن كل نفي من التحالف الدولي هو بمعنى تأكيد وأنا لدى الكتاب مقاطع فيديو توثق قيام طائرات استطلاع أمريكية وهي ترسل مواقع الكتاب على الحدود العراقية السورية قبل قصف تلك المواقع أنتم في الإعلام وأنا أيضا أستاذ في الإعلام ونحن نعرف وهذا ما مذكور حتى في الصحابة الفرنسية إن لكل نفي تأكيد يعني التحالف الدولي بهذا النفي هذا هو تأكيد على جريمته البشعة نحن نمتلك الأدلة في كتاب سيد الشهداء ولدينا الاستعداد الكامل أن نزود قناة الشرقية بهذه الأدلة الطيران الذي يستطلع قطعاتنا من قبل قوات التحالف الأمريكي يعني مصور وموتق ولدينا الآن مصطع مصور للطائرات الأمريكية وهي تستطلع قطعاتنا قبل بدء الهجوم هذا الهجوم طبعا نحن لا نقول فقط الأمريكان اشتركوا فيه وإنما الدواعش أيضا اشتركوا فيه ولكن هذه المرة الأمريكان وفروا الغطاء الجوي للدواعش وهذه المنطقة التي تعتبر منطقة عازلة للدواعش بحماية أمريكية وفرت لهم ما يقارب بالمئتين عنصر في هجوم مفبرت وغادر وبحماية جوية من قبل الأمريكان قاموا بها في استهداد شباب الحجد الشعبي كتائب سيد الشهداء ولدينا 40 شهيد وما يقارب 25 جريح وبعضهم في حالة حرجة وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد عدم وجود معلومات مؤكدة حول قصف التحالف الدولي لكتائب سيد الشهداء قرب الحدود السورية مع العراق وشدد العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أن الحجد يجب أن يعمل داخل حدود العراق وأن كل ما يحدث خارج الحدود لا علاقة له باسم الحجد داعياً جميع الفصائل المسلحة إلى عدم الزج بالحجد في الأزمة السورية إحنا ما عدنا حشد خارج العراق خليصي واضحين الحجد الشعبي هي رسمية داخل العراق تطلع خارج العراق محشد فلا يبلون الحشد لا يصير اتهام للحشد أي نوع من يعني واحد اللي جيبته من الحشد والحشد بشراحة بريء من هذه القضية أنا ما احترامي لبعض الفصائل اللي تعلمنا عن اسمها لها نشاط لا يجوز لها أن تأخذ اسم الحجد الشعبي الحجد الشعبي هي طبعاً اسمعت طلبت فأسن تحقيق تصلنا باستخبارات الحشد استخبارات رسمية الحشد قالوا لا نعلم شيء عن الموضوع ما مسجل بدنا عمليات المشتركة مسجل بس يعني العمل اللي كان يبدو صار داعش عملة خرق كأنه في هذا الإطار استخدموا مدفعية استخدموا السيارات مفرقة ما موجود عندنا أي معلومة لليذكر بصراحة المنشور لا يوجد له تصديق على الأرض هذا التصديق أما في داخل سوريا أنا لا أعلق على داخل سوريا داخل سوريا أدعو كل الأطراف العراقية التي تعمل بالعراق أن لا تزج الملف العراق وازج الحشد في قضية العراقيين ما موافقين عليه نحن نريد نحمي حدودنا مع سوريا قرارنا ما ندخل بالملف السوري أصلا ولا ندخل في أي ملف خارج العراق هذا قرار عراقي نهائي ونطلب من كل الأطراف لي يورطون العراق في أشياء خارج العراق أنا مع احترامي لكتائب سيد الشهداء صار اتصال بهم صراحة من قبل الحشد ولحد الآن الأمر غير مؤكد بالنسبة لهم حتى بالنسبة لهم طلعوا بيان استعجال أنا أصور ويمكن لوت بعض الصحافين المتأكدة تصلوا بهم والنكس عليهم نفس الشيء متأكد يعني في هذا الإطار الحصاد مستمر من الشرقية نيوز العراق دولة مقسمة وبلا سيادة وموعد الاستفتاء لا رجعت فيه يقول مسعو بارزان وإيران تحذر ما بناه الأكراد بسنوات سينهار بالاستفتاء خلال مؤتمر مركزي عقد بناحية ربيعة اختيار عبدالله حميد الياور شيخا لعموم عشائر شمر في العراق والمنطقة العربية تزوير وتلاعب وتلاعب بالانتخابات ينتظر الأنبار المحافظة مرشحة لأكبر وأخطر عمليات فساد من قبل متاجرين بآلام النازحين أول ملف في ملفات الحصاد نفتحه الآن بخصوص ملف الأنبار مع النائب عن الأنبار سيد اللقاء وردي مرحبا بكم إلى حصار هذه الليلة ما الذي يجري في الأنبار هناك أنباء حقيقة مقلقة جدا بأن أصوات البطاقات للناخبين بدأت الآن تباع أصوات بدأت تشترى الآن تصويت الكتروني لن يحصل في الأنبار مما قد يزيد من نسبة التزوير هناك الأنبار مقبلة على ماذا تحديدا شكرا لكم ومشاهديكم الكرام يعني تعلمون أن الأنبار محافظة مهمة جدا في المرحلة الحالية يعني على الأقل نتيجة أن هناك نحن مقبلين على مرحلة انتقالية وهي مرحلة إعادة ترجمة إرادة المجتمع الأنباري في المجالس المحافظات وفي مجلس النواب يعني على الصعيد الخدمي على الصعيد السياسي من الآن يعني هناك تحركات نحو أن يكون هناك تلاعب ومصادرة إرادة المجتمع الأنباري لمسناها من خلال أن هناك قرار بالنسبة لمحافظة الأنبار من قبل المفوضية يعني للأسف بأنه لم تكن هناك قراءة حقيقية لهذه المحافظة التي تم مصادرة 90% أو 80% من إرادة هذا المجتمع الأنباري من خلال أنه كانوا نازحين وأجبرنا على التعاون مع هذا الملف وأنه يكون هناك الاقتراع الغير مشروط بالمرحلة الحالية للأسف كان هناك قرار أيضا من قبل المفوضية أنه يكون الاقتراع ليس بالكامل الإلكتروني ولكن على مستوى المراكز وليس مستوى المحطات يعني هناك المحافظات الأخرى سيكون التعامل معها أنه يكون الإلكتروني على مستوى المحطات ومراكز لكن في محافظة الأنبار سيكون الاقتراع في صناديق عادية في المحافظات وتنتقل وتنقل هذه الصناديق وسيتم أكيد التلاعب بهذه الصناديق ثم توضع في الاقتراع أو في الصناديق الإلكترونية هذه أعتقد حلقة تبيح لمن يريد أن يفرض نفسه على المجتمع الأنباري بأن يتلاعب بإرادتهم ومن يريد أن ينوي تزوير نتائج الانتخابات بهذه الطريقة فلهذا على المفوضية التي تبنت هذا القرار للأسف تحت ذراع معينة بأن المحافظة ما زالت فيها مناطق لم تحرر ما زال هناك نازحين لم يعودوا للمحافظة دون الاستناد على أمور أو على أعداد النازحين الذين تم إعادتهم إلى المحافظة وإنما كانت هذه إرادات تم ترجمتها وفرضها من خلال المفوضية بأن يكون هذا القرار المجحف ديمقراطيا على هذه المحافظة بأن يكون هذا القرار أن لا تكون حالها حال المحافظات الأخرى بهذه الطريقة فهذه أعتقد نوايا باتجاه أن يكون هناك تغيير ومصادرات وتزوير مستقبلي للانتخابات القادمة على المستوى المحلي على المستوى السياسي البرلماني فيجب أن يكون هناك إلغاء لهذا القرار استنادا على أعداد يعني هنا نستوضح منك كيف سيجري التزوير برأيك لنعطي شرحا أكثر إذا كانت هذه الصناديق سيتعامل معها بشكل يدوي أي تزوير وأي انتخابات برأيك تنتظر اليوم محافظة الأنبار نعم هو أنا قلت شرحت بأنه يكون هناك مرحلتين بأنه التصويت اليكتروني في المحطات وفي المراكز لكن إذا كانت هناك حلقة بأنه لن يكون هناك تصويت اليكتروني في المحطات ستشكل لجان وتعلمون أن هذه اللجان ستعود إلى فلان معلان بأنه من الأحزاب في عملية تفريغ هذه الصناديق إلى الصناديق الألكترونية يعني حلقة زايدة في هذه قابلة للتزوير في هذه المحافظة بينما هو من المفترض أن يكون التصويت اليكتروني في الصندوق الأول على صعيد المحطات وتنقل إلى المراكز الرئيسية وأيضا يكون هناك ألكتروني ليس نقول 100% أن تكون شفافة لكن 90% لن يكون هناك نسبة التلاعب لكن بهذه الطريقة أعتقد سيكون هناك تلاعب كبير تغيير بها النتائج يكون هناك بطاقات ممكن أن تستخدم بطريقة أعتقد إذا غابت التصويت اليكتروني عن مستوى المحطات يعني هذه أعتقد حلقة مهمة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار بأن المحافظة يجب أن يكون هناك عليها الإشراف دقيق وأكثر من المحافظات أعتقد مستقرة لأن الصراع على مصرعي في هذه المحافظة إرادات سياسية في هذه المحافظة تريد أن تفرض نفسها بكل طريقة إن شاءت هناك الغاز حقيقة في محافظة الأنبار لحد الآن نحاول أن نفهمها لكن هناك صعوبة أساوة لعل أن توضحي لنا أعضاء مجلس المحافظة المحافظة أمور أخرى أكوة اتهامات بالفساد المحافظة غير مستقرة أين الخلل؟ الخلل في من انتخبهم الناس من أهالي الأنبار هل توجهين دعوة إلى أن لا ينتخبوا من انتخبوهم مثلا؟ أن لا يختاروا نفس الشخصيات في مجلس المحافظة؟ هل الأنبار الذين عادوا على الأقل في حال إن حصلت الانتخابات إن جرت الانتخابات هل تعتقدين بأن أهالي الأنبار مستعدون فعلاً لتصويت نزيه يزيح حيتان وكرر حيتان الفساد في الأنبار وكرر حيتان الفساد في الأنبار تفضلي نعم تعلم أن هناك كتل سياسية كانت موجودة في الساحة منذ البداية وهناك كتل سياسية حديثة العهد أيضاً أتت إلى العملية السياسية وكثير من هذه الكتل السياسية هي ليس لديها مشروع سياسي وإنما هو مشروع الوصول إلى السلطة للحصول على منصب معين وبداية أنه كيفية الاستفادة من هذه المناسب سواء كانت على الصعيد المحلي أو على الصعيد المركزي والبرلماني والتنفيذية نعم هنا هناك حيتان فساد للأسف على الصعيد المحلي احتمال أكثر من الصعيد البرلماني لأن الموضوع أنه الأموال التي تصرف للمحافظة يشترك بها الجميع ولم تكن هناك يعني كأنه مجلس محافظة هو الرقيب على الجهة التنفيذية وأنما كانت جميع مشترك بالموضوع وكل يغطي على بعضه البعض وأن لم يعطيه سوف يكون هناك شراء ذمم للأسف للبعض باعتبار أنه حتى يكون مع هذا الجانب أو ذاك الجانب في الحصول والاستيلاء على هذه المحافظة بينما من المفترض أنه نحن مسخرين أنفسنا سواء كانوا شخصيات محلية شخصيات سياسية لخدمة هذه المحافظة وليس التناكف لنهب هذه المحافظة نحن وصلنا إلى أنه الصورة وصلت إلى الشارع أنه الكل يريد أن ينهب هذه المحافظة وذهب الأخضر واليابس لكن أعتقد أنه المواطن في المرحلة الحالية يجب أن يصر على أنه ينتخب من يريده ويعزل من لا يريده حتى لا تصادر إرادته وأنت تعلم أنا أيضا نوهت بأنه سيكون هناك مصادرة إما بأخذ صوت المواطن في حال عدم تصويته أو بتزويره بطريقة التي يرغبون الوصول إلها بأنه لا يكون هناك ألكتروني وبطريقة فنية فعلى المواطن أن يذهب إلى التصويت لكن أيضا على أن يكون من جهة ثانية أن يكون ألكتروني غير قابل للتزوير فإرادة المواطن إذا لم تكن هناك آليات فنية يمكن أن تحافظ على صوت المواطن وإرادة المواطن سيذهب الحيتان إلى أن يصادروا ويزوروا إرادة المجتمع الأنباري بالطريقة التي يرغبون بها ولن يكفوا عن استخدام الأساليب والوصول إلها في تزوير هذه الإرادات كما زنويرت سابقا سيدة لقاء نحن لسنا فقط في أخذ صوت المواطن حتى صوت النازح هذا ما سمعنا عنه من تسريبات أخيرة تتحدث عن محاولة سرقة بطاقة النازحين مقابل سلل غذائية إذا كانت لديك معلومات عن هذا الملف يبدو أن المحافظة مرشحة لأكبر عمليات الفساد والتزوير في الانتخابات المقبلة يعني أنا قلت بأنه سيكون هناك شراء وأخذ بعض البطاقات ولن يمتنعوا عن استخدام أي أسلوب لأنهم يعلمون أن الكثير منهم أفلس ويعلمون أن المواطن لم يعد جاهلا أو لا يعلم من هم الذين سرقوا المحافظة ومن هو استخدم بطريقة صحيحة وله صعب بأن تفرز أنه من يكون هناك قد استثمر أموال المحافظة بالطريقة الصحيحة يعني هذا الموضوع أعتقد المواطن والنازح إن بدأت أن المساعدات من تشتري صوت النازح أو المواطن هذه سلعة رخيصة أعتقد أنه إذا استخدمها أي سياسي وأي ناخب بأنه يستغل حاجة المواطن في سبيل الوصول إلى رضا المواطن أعتقد هذه من واجباته وليس من الأمور التي يمكن تكون فضل من هذا الذي يمثل النازح بأنه لأن جبت لك صندوق غذائي يجب أن تنتخبني لا أعتقد المواطن أو النازح الذي عاد والذي ينتظر سياسة ونهج وخدمة وطريقة سياسية جديدة من قبل من يمثلهم في هذه المحافظة ليس بصندوق الغذائي الذي هو قوت لا يغطي حاجة المواطن سبوع بإنما أن يكون صاحب موقف يتبنى قضية يستطيع أن يحافظ على أموال هذا النازح يدافع عن حقوقه يجلب حقوقه يعني كل هذه الأمور من كيفية الحصول على المنح لهذا النازح وليس أطالب بها حتى أضعها في خزنتي أو أن أكون حوتاً جديداً على المرحلة القادمة كل هذه الأمور يستطيع النازح ويستطيع المواطن أن يميزها من خلال السيرة السابقة لكل من صعد وتسنم منصباً سواء محلي سواء خدمي وأعتقد الصورة واضحة جداً وليست فيها الغاز ويعني لا يمكن أن لا يعلمها المواطن لكن هناك نوايا نعم لأن نوايا قذرة جداً لتزوير أصوات المواطنين وبطريقة أعتقد تغيب عن كثير من الذين ألا من يدخل في دهاليز العملية الفنية لهذه المفوضية وهذا القرار يجب أن نطعن فيه بأنه يتغير وتستخدم نفس الطريقة حال المحافظة حال حال البقية المحافظات حتى لا يكون هناك تزويراً لإرادة النازح العائد الذي ينتظر أن ينتقل إلى مرحلة قادمة يمكن أن يستقر بها وأن يغادر المعاناة اللي عاناها منذ سنتيال في المخيمات وفي المدن التي احتضنتهم مشكورين أن يعود ويمثلون ويحافظون على أمواله بالمرحلة القادمة ونحن بحاجة ماسة لمن يحافظ على هذه الأموال بالمرحلة القادمة لأن ستكون هناك منح ستكون مرحلة عمار ستكون مرحلة تأهيل ويجب على المجلس المحلي القادم أن يكون نداً لا متعاوناً في عملية الفساد كما هي حالياً للأسف الكل مشترك في عملية الفساد التي أصبحت فاحت ريحتها عند الجميع للأسف نعم شكراً لك النائبة عن الأنبار لقاء وردي مصطلح العمال الفكرية يعود إلى الواجهة صحيفة حكومية تهاجم الأديب بكريكاتير ساخر من انتقاده للحراك المدني والأخير يدافع عن تصريحاته ويقول ردود الأفعال جاءت من أفراد لا تعرف معناه العراق دولة مقسمة وبلا سيادة وموعد الاستفتاء لا رجعت فيه يقول مسعود البرزاني وإيران تحذر مبناها الأكراد بسنوات سينهار بالاستفتاء إلى ملف آخر من ملفات الحصار حيث وصف رئيس وقليم كونسا مسعود برزاني الدولة العراقية بأنها مقسمة عملياً وبلا سيادة برزاني أكل في تصريحات صحفية أن الحرب الطائفية موجودة في العراق وأن عدم الالتزام بالدستور والسياسات الخاطئة للحكومة العراقية هي التي استهدفت وحدة العراق قائلاً أن تهميش السنة أكبر دليل على فشل هذه الدولة وانتهاك دستورها وأبدأ برزاني خيبة أمله بعد فقدان فرصة الحفاظ على عراق الموحد وقال أن الإقليم لا يريد أن يكرر تجربة مئة عام فاشلة مليئة بالمآسي مع الدولة العراقية من جانب آخر حذر رئيس أقليم كردستان من وجود مخاوف من عمليات انتقام قد تطال الأبرياء في قضاءة العفر إذا شارك الحجد الشعبي في تحريره فقال أن الإقليم لن يسمح قطعاً بدخول قوات الحجد إلى أراضي كردستان وأن لدى الكرد حق الدفاع عن النفس إذا فرضت أو فرضت الحرب عليه إلى ذلك دع نائب الرئيس العراقي نور المالك العرب والتركمان إلى مقاومة مشروع إقليم كردستان للاستفتاء على الاستقلال بشكل قوي من أجل إبطاله ونقل بيان للهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق عن المالك قوله بعد لقائه وفد منها إن مشروع الكرد في الاستفتاء مشروع استراتيجي ولابد من مواجهته باستراتيجية أقوى قادرة على إبطاله من خلال نهوض التركمان والعرب والمكونات الأخرى في تلك المناطق باستراتيجية تعبوية إعلامية سياسية ودولية بشكل موحد وواضح لمواجهته وأشدد المالك بحسب الهيئة على أن الكتل السياسية وتشكيلات الدولة تجد بأن الاستفتاء مخالفة دستورية وقانونية وإن على بغداد عدم السماح بإجرائه في هذه الأثناء ذكرت مصادر مطلعة أن إيران سبقت وأن استرعت وفدا كبير من الاتحاد الوطني الكردستاني بالتزامن مع استضافة الرئيس السابق جرال طالباني وقالت مصادر إيرانية أنه تم إبلاغ قيارة الاتحاد الوطني الكردستاني بوجوب الابتعال عن موقف رئيس إقليم كردستان من موضوع الاستفتاء على استقلال الدولة الكردية وفي حال عدم الالتزام بهذه التعليمات فإن إيران لن تتردد في اتخاذ إجراءات عدة منها قطع مصادر المياه عن الإقليم والتخلي عن أي مسؤولية إزاء أمن إقليم كردستان بما في ذلك المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك عدم استبعاد اتخاذ إجراءات عقابية تمسل وضع الاقتصادي والأمني ومستقبل الزعامات السياسية في الإقليم وطالب الجانب الإيراني بحسب المصادر ذاتها طالب الاتحاد الوطني الكردستاني بأخذ الأمور على محمل الجد وتحمل مسؤولية مواقفه في المستقبل في غضون ذلك على الممثل وقليم كردستان في طهران ناظم دباغ أن أول ردود الفعل الإيرانية على إجراء الاسفتاء ستكون إغلاق المنافذ الحدودية وإيقاف الدعم اللوجيسي للإقليم مشيرا إلى أن وفدا من الاتحاد الوطني سيزور طهران مجددا للمرة الثانية لبحث قضية الاستفتاء وحذر السفير الإيراني الأسبق لدى العراق حسن كاظمي قمي من أن إجراء الاستفتاء في قليم كردستان سيؤدي إلى حرمان الأكراد من كل شيء حصل عليه في العراق قمي أكد لوسائل الإعلام الإيرانية أن الاستفتاء خطوة لا تتعارض مع الدستور العراقي فحسب بل إنها تهدد مصالح دول المنطقة أيضا وقد تؤدي لانهيار كل المنجزات الكردية وشارق قمي إلى أن إيران من المعارضين الحقيقيين لاستفتاء كردستان قائلا إن تغيير الحدود السياسية في المنطقة وفقا للمنطلقات القومية يعني أن جميع الحدود السياسية في منطقة غرب آسيا ستتغير أدى وصب على الناب عن انتلاف دولة القانون جاسم محمد جحفر التوصل إلى تفاهمات مع الوفد الكردي الذي يعتزم زيارة بغداد إذا كان يحمل معه الإصرار على إجراء الاستفتاء وقال جحفر لبرنامج بالحرف الواحد أن بغداد ستستقبل الوفد الكردي بصورة تشريفية لا أكثر إذا ما أصر على إجراء الاستفتاء بموعده لترد النائب عن الحزب الديمقراطي فيان دخيل بأن الاستفتاء خطوة أولى نحو الاستقلال وبدء المفاوضات الجدية مع حكومة المركز طبعا كل هذه المواقف نعرفها ودارسيها ومناقشيها ونعرف ردود أفعالها وربما نتوقع الأكثر والأكثر ولكن يجب أن يكون هناك خطوة أولى لنضع حجر أساس لهذه المسألة ونبدأ بالحوار وإلا إحنا لو محرصين على الأخوة هناك كان قلنا يا بأى إحنا خلاص رح نعلن انفصالنا وفيما لو أنتم بيتكم وإحنا هنا أنا وهذه دولتنا جيد جيد سيد جاصح واجهر واضح الإسرار الإسرار واضح والنية واضحة قل ليش عديته الشور رح تواجهون هذه الرغبة الكردية اللي واضح جدا أنه ماكو جدل حولها رأيي الحكومة العراقية واضح إذا كان الأخوة الكرد جايين بإسرار الإستفتاء سيكون الاستقبال بصراحة استقبال عن تشريفات دون أن ندخل في أصل الموضوع إذا كان هناك لا نحن نؤجل الاستفتاء ولكن أدنا مشكلة معكم أدنا مشكلة رواتب أدنا مشكلة مادة ميوربا إذا قضية ثانية يمكن أن تدخل الدولة العراقية بشكل مفصل لإيجاد بعض الحلول حسب المتوفر العنوان واضح العنوان كما قلت يسير استقبال رأي جايين الناقش موضوع الاستفتاء أنا أقول لك الجواب الجواب لن يكون هناك استقبال حكومي حار ولن يكون هناك إجابة حكومية جادة وإذا الأخوة مصررين فليعلنوا التحالف الوطني حتى التحالف الوطني جميعا بدون استثناء الآن قرار التحالف وقرار الدولة العراقية أهلا وسهلا بالأخوة الكرد في دولة واحدة وفي حكومة واحدة ونعمل لحل الإشكال مثل ما ستفيان قالت نعتمد الحوار اليوم رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم يقول نعتمد الحوار مع الأخوة السورة نحن نقول الحوار ولكن الحوار ليس في أصل الانفصال قضية الانفصال إيمان نفس الشيء السيدة فيان قالت الاستفتاء عن تأسيس الدولة الكردية موضوع الدستور هذا الدستور تم خرقه منذ زمن من قبل الحكومة في بغداد تبرير يعني هذا الآن نتحدث عن الدستور لا مو ببررات كم مرة انخرق الدستور ثانيا شنو أنه نجي انشكل دولة أنه نجي انشكل دولة أكيد هذا مو شي سهل في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية الموجودة ولكن علينا أن نتحمل نتائج ونتحمل هذا المشاكل إلى أن نصل إلى هدفنا ايش راح يصير بنا أكثر شو الموازنة مقطوعة والحليب الأطفال مقطوعة الأدوية مقطوعة أو ما أجناء يعني أي شي ايش راح يصير بنا أكثر لأن نتحمل بعد سنة ونكون في دولة مستقلة راح يكون أفضل هنا لندن دقت ساعة بيكبن هنا بغداد دقت ساعة القشلة ساعة بغداد ودبي وعمان والموصل والبصرة وأربين تدقوا معا ليكتمل الإقاع مع ساعة بيكبن هنا تجدد الشرقية شبابها وتسابق الزمن في بلوغ المستقبل هنا لندن يكون مستودع الأخبار يتدفق خزان المسرة فتنساب الأسرار الشرقية نيوز تطل عليكم بحلة جديدة وتقنية عالية ووجوه لم تستضيفها من قبل هنا من لندن الشرقية نيوز شجاعة فائقة سرعة فائقة دقة فائقة هنا يجتمع الأضداد حيث الآراء شتى والملتقى واحد نستمر معكم مشاهدين في هذا الحصاد ونستمر في مناقشة الملف الكردي الآن معنا في استودياتنا في لندن السيدة هيوة محمود عثمان وهو الكاتب والباحث في الشأن السياسي مساء الخير سيد هيوة شكرا لحضورك معنا إذن موعد الاستفتاء لا رجعت فيه بحسب تصريحات البرازاني هناك مخاوف إقليمية تحفظات من البعض رفض من البعض متمثل بالموقف الإيراني واعتراف يعني الأكراد في ظل كل ما يجري إلى أين مدون تحية لك والسيدات والسادة المشاهدين طبعا قضية موعد الاستفتاء لحد الآن اللي دانس معه من أربيل أنه لا رجع فيه لا رجع عن الموعد لحد الآن ما نعرف الموقف الأمريكي بشكل واضح الأمريكان غير واضحين ما صار تفاوض بشكل مباشر لحد الآن مع بغداد حول القضية أيضا وفد مزمع إرساله إلى بغداد بالأيام القادمة لا أعرف كيف سيكون السيد العبادي طلب الحوار مع الوفد الكردي مع الممثلين الكرد لكي يروا عمليا يعني تفاصيل هذا الاستفتاء ما الذي ينوه ما هي التفاصيل الأخرى قابلية التأجيل كل هذه القضايا طبعا برأيه أنا في الأيام القليلة القادمة سنرى ويعني حتى إذا كان في تغير التوقيت أو لم يتغير لا أعتقد بأن ذلك سيغير من جوهر الموضوع شيئا طيب يعني قانونية أو مشروعية الاستفتاء التي يعني هذه هذه الفقرة أخذت حيزا كبيرا ما بين الأحزاب العراقية منهم من يقول أنه لا توجد قانونية لهذا الاستفتاء منهم من يقول بأن كردستان الصنهية ليست تحت الاحتلال كي تطلب تقرير المصير موضوع تقرير المصير للدول أو للجهات التي هي تحت الاحتلال على سبيل المثال هناك جهات أخرى قالت أن الذي يجب أن يستفتع فعلا هو الشعب العراقي هل تقبل بأن تستقطع هذه الأرض من سيارة العراق المعترف فيها دوليا وعالميا لأن تكون دولة لا الاستفتاء لإقليم كونستان في خضم هذا الأمر كيف تقرؤون هذه المواضيع المهمة تتحدث مع القانونين أكو جانبين طبعا أولا قضية أنه شعب تحت الاحتلال أم لا أو لازم الشعب العراقي كله يستفتى نحن في لندن الآن تذكر قبل أشهر الشعب البريطاني هو اللي قرر أن ينسحب من الاتحاد الأوروبي هو اللي صوت مو الأوروبيين كلهم صوتوا على أن يبقى البريطانيون داخل الشعب داخل الاتحاد الأوروبي نعم يعني هذه قضية إذا تسأل شعب هو اللي قرر المصير لا يجب على الآخر قانونيا أو إنسانيا أو منطقيا ممعقول أنت تسأل تسألني أنا شنو رأيه بمستقبلك انتهي يعني هذه قضية طبعا الحق في التصويت هو للشعب الكردي لمن يعيش في أرض كردستان وليس للآخرين أن يقرروا ما لهم هذا من جانب فقضية حق تقرير المصير موجودة في الدستور العراقي إذا تعود إلى دماجة الدستور العراقي تقول بأن هذا الدستور هو العراق هو اتحاد اختياري وهذا الدستور هو ضام تطبيق أو تنفيذ هذا الدستور هو ضامن لوحدة العراق 14 سنة أو 13 سنة مرت ولحد الآن الدستور بحاجة الكثير من الثغرات أثبت كرديا وعربيا من جهة أربيل ومن جهة بغداد أنه وثيقة غير عملية بصراحة هذا الدستور إما نحن الآن أمام خيارين إما أن يتم الحديث حول تغيير هذا الدستور بطريقة أكثر عملية قابلة للتطبيق بين من قبل أربيل ومن قبل بغداد أو كل واحد يعني يذهب في طريقة ونشوف يعني بعضين قضية أساسية هنا المخاوف التي أصمعها حقيقة لا أرى أي تبرير لها سوى أنه نوع من الشوفينية أمام تطلعات الشعب الكردي الكردي موجود يعني حتى لو استقل ما رح يشيل أربيل وسلماني ويأخذها إلى سويسرا أو إلى باريس أو يجيبها لغندن موجودين يعني اليوم مقال مهم للأستاذ عسام الخفاجي في الحياة يقول كردستان باقية هي جارة يعني حتى استقلت أم لم تستقل كردستان ستبقى جارتنا ولهذا النظر إلى مستقبل الوضع الكردي في العراق برأيي أن أننا لا نسمع لأننا الكثير من الأصوات المعتدلة الأساسيين إلى حد ما ساكتين على المستقبل هذه المنطقة وهذه العلاقة وتريد يفسحون المجال للمتطرفين واحد يجر طول واحد يجر عرف ومواضحة بصراحة يعني لا تخدم قضية الاستفتاء بطريقة جيدة أو الذهاب بطريقة آمنة إلى المرحلة الثانية لا ندري قد تكون النتيجة بلا يعني إذا كان العراقيون أو إذا كان سيد مثل أستاذ جعفر أو الآخرين هل قد واثقين من أن العراق يوفر كل شيء الشعب الكردي ليس شعب مجنون إذا كان العراق يوفر له فرص أفضل من أن يكون لوحده قد يصوت له نعم طيب هذا يعني القلق الكردي إذا صح التعبير طبعا نتيجة موضوع الاستفتاء هل هو من هذه المواقف المبهمة المتحفظة من البعض مثل الموقف الأمريكي من بغداد ويعني مستقبل العلاقة معه من إيران من ماذا تحديدا؟ أنا برأيي الموقف الأمريكي فيه إشكالية كبيرة جدا يعني أنا شخصيا سامع من بعض الأطراف السفير الأمريكي أو الآخرين ومسؤولين الأمريكان يروح الأربيل يقول شيء يذهب إلى كاركوك يقول شيء ويذهب إلى بغداد يقول شيء آخر ويحدث كل شخص كل من كل واحد في كل مدينة بما يريد أن يسمعه وبالنتيجة يطلع الأمريكي من اللقاء مع الكرد الكرد يقولون نعم الأمريكان أيدوا الاستفتاء يذهب إلى كاركوك ويقول نعم الأمريكان يؤيدون أقليم مستقل يذهب إلى بغداد المسؤولين حكومة العراقية والعراقين يقولون لنا بأن الأمريكان هم ضد الاستفتاء لحد الآن ما سامعين أي شيء واضح من هذه الناحية بالنسبة لقضية إيران طبعا تحفظ الإيراني أو العداء الإيراني لأي وضع كردي في العراق هو مفهوم لأنهم عندهم حوالي عشر ملايين كردي لا يتمتعون بعشر أو بواحد بالمئة مما يتمتع به كرد العراق اليوم في العراق ولهذا يعني عداء للوضع العراقي بالنسبة للكرد هو أمر مفهوم جدا ولا يريد أن تعطي هذه القضية الفرص أو الأفكار أو التطلعات للكرد إيران نفسهم هذا من جانب ولكن بنفس الوقت الإيرانيين اليوم والأمريكان أيضا لأنه اثنين عاتهم يتدخلون في الشأن العراقي بالعرض والطول مطالبين اليوم بأن إذا هم بكل صغيرة وكبيرة يتدخلون اليوم القضية الأساسية في العراق هي عدم تنفيذ هذا الدستور عدم تطبيق هذا الدستور تعالوا يا إيرانيين ويا أمريكان بدل إطلاق هذه التصريحات تعالوا وساعدوا الأراقيين يعني هو يدخل في كل قائمة وفي الكتل وفي الانتخابات وفي كل شيء لما لا يأتي ويحاول أن يكون وسيطا بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة اليوم بينهم طيب يعني الآن ما الذي يدفع الأكراد إلى موضوع الدولة طيب خلينا نشوف الأكراد في الدول الموجودة يعني لم يتمتع الأكراد بأجمل مكان مع أجمل شعب مثل ما تمتع الأكراد العراقيين أو الأكراد العراقيين في العراق سنة الماضية قصة الأنفال التي ذهب بها 182 ألف في المقابر الجماعية هدم 4000 قرية الأسلحة الكيموية كانت أصبحت هناك بعد تسمحني أكمل سؤالي فقط طيب لغاية عام 1995 يمنع منع باتن على أي مواطن تركي يلفظ كلمة كردي إلى أن جاء تركة أوزار لغاية 1995 مو بعيدة ترى مو 100 سنة 1995 الأكراد في إيران قبل قليل حضرتك أنت قلت الأكراد في إيران لا يتمتعوا واحد بالمئة مما يتمتع به الأكراد في الإعراق الأكراد في سوريا لا يتمتعون الأكراد في مصر لا يتمتعون طيب هناك قومية طبعا بالمناسبة قومية الكردية قومية محترمة لها تاريخ نتمنى لها دولة بالتأكيد هذا نتفق عليه ولكن الموضوع هو لماذا أنتم مكرمون في العراق لماذا هذا الموضوع لا تعتقد أنه يجب أن تجلس فيه دول إيران وتركيا والسوريا والعراق لتحديد مصير هذه القومية الكريمة ويكون بالتفاهم معها لماذا فقط الأكراد في العراق وهناك أكراد في تركيا أكثر من أكراد في العراق أكراد في إيران أكثر أيضا لماذا شوف أخي بالنسبة للوضع الإقليمي بشكل عام في الشرق الأوسط الكرد يعون هذا أمر مستحيل أن يتم النظر إلى الكرد كسياسة واحدة في تركيا وإيران وسوريا والعراق هذا من جانب بالنسبة للوضع العراقي نحن الآن نتحدث عن مستقبل كردوسان العراق كردوسان العراق إلى 2003 شهدت الأنفال 182 ألف شخص في المقاطر الجماعية متفق عليه أربعة آلاف قرية دمرت أسلحة كيماوية استخدمت بالعرض وبالطول في كردوسان العراق حلبشة والمآس الأخرى كلها موجودة عندما صار حصار على العراق من قبل الشماء الدولي في حكم صدام حسين هو أيضا فرض حصار آخر على إقليم كردستان في طيلة سنوات التسعينات كل هذه يعني يوجد تاريخ مرير اليوم بعد 2003 صار هناك متنفس عمليا في عام 2003 كان إقليم كردستان إقليم منفصل عن العراق ذهب قادة الكرد إلى بغداد وساهموا في مجلس الحكم ساهموا في كتابة قانون إدارة الدولة ساهموا في الدستور وأرادوا أن ينهضوا بالعراق بطريقة جديدة بأسلوب جديد طبعا مع الكثير من المآخذ التي أنا شخصيا عندي على بعض أداؤهم على سبيل المثال تحالفوا مع بعض القوى الظلامية التي كان من المفروض أن يتعاملوا مع المدنيين ومع الآخرين الذين يطلع لهم نفس التطلعات الكردية بالنسبة للمستقبل اليوم حاليا في البرلمان العراقي لحد الآن لحد هذه اللحظة قانون حرية التعبير وحق الحصول للمالهم النواب الكرد بعضهم ينظرون إلى التحالفات مع القوى الأخرى التي تحاول الوقوف بالضد من حرية التعبير الحق الدستوري الموجود اليوم في الدستور العراقي لكل المواطن العراقي هذا التخوف من المستقبل بالنسبة للكرد هو الذي خلاهم يعني احنا هاي صار 12-13 سنة يعني ها رجل هنا رجل هناك يخاف ماذا يفعل المشاكل التي حصلت مع حكومة بغداد وتحديدا مع الحكومة السابقة طبعا هذه أكثر المشاكل كانت هنا وطريقة التصرف والتصريحات اللي كانوا يسمعوها أولا يقول إذا كان عندي أول ما توصل بـ 52 سأستخدمها في قصف الكرد لتأديب الكرد قطع الرواتب قطع الكثير من المشاكل قطع الميزانية عن الإقليم عدم الاتفاق على وضع البياشماركا عدم الاتفاق على النظام الفيدرالي عدم تنفيذ بنود المادة 140 عدم قضية النفط وسن قانون النفط والغاز كل هذه الخلافات بقيت كل هذه السنين لحد الآن ولم تحل اليوم نحن على مفترق طرق حقيقي المسؤولية تقى على عاتق القيادتين الكردية قياد أربيل وبغداد على الطرفين من المفروض أن يلتقوا قريبا وأنا برأيي المفروض أن السيد البارزاني والسيد العبادي أن يلتقوا ويقرروا ينظرون إلى المستقبل وما هو لمصلحة الطرفين لأنه بالنتيجة الطرفان يؤكدان بأنه لن تكون هناك حر حتى لو صار هناك استفتاء أو استقلال الاستقلال سيكون بالتي هي أحسن الاستفتاء إذا كان بنعم أو بلا لن يؤدي ذلك إلى مشاكل اليوم في تصريح اليوم أو البارحة سيد البارزاني في جريدة الحياة أيضا أكد بأنه مهما تكون النتيجة لا توجد نية كردية أبدا للحرب مع بغداد وإذا ننظر إلى جميع ردود الفعل من جميع العواصم المحيطة بإقليم كردوسان اليوم رد فعل بغداد الرسمي من السيد العبادي والآخرين بالشكل الرسمي وليس من هنا وهنا هو من أفضل ردود الأفعال لحد لا أخفها نعم يبقى معنا سيد جاهيوة سنعود ونكمل النقاش معك ينضم إلينا الآن السيد محمد الصهيود وهو القيادي في اتلاف دولة القانون للاشتراك أيضا في هذا الحوار مساء الخير سيد محمد شكرا لانضمامك معنا نتحدث طبعا عن الاستفتاء الكردي ونستعرض المواقف سؤالي هو لماذا هذا الاعتراض واستباق الأحداث وهذه اللهجة التصعيدية من قبلكم رغم أننا نرى أن الطرف الكردي يريد أن يتحاور ويتفاوض معكم سعاد خير شكرا لكم مساء نور تفضل سيد محمد نسمعك وعيد عليك السؤال أم سمعت خير شكرا لكم نعم نعم واضح سعاد واضح تفضل شكرا لكم طبعا يعني موضوع الاستفتاء يعني بداية من الناحية القانونية القانون التولي لا يسمح للعصرة الحاكمة في كردستان من يقامة الاستفتاء على اعتبار أنه حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة وليس وليس وهذا لا ينطبق على الكرد على اعتبار أن الكرد هم جزء من الشعب العراقي هذه واحد الثانية عندما نوجد الدستور العراقي الكرد طرر ومصيرهم 2005 هم جزء من العراق الفيدرالي ثلاثة أنه المجتمع الدولي كل الدول القوى الدولية متمثلة بالولايات المتحدة والأمم المتحدة للإستحاد الأوروبي رفضت هذا الاستفتاء الدول الإقليمية خصوصا تركيا وإيران رفضت الاستفتاء على مستوى الداخل الحكومة المركزية رفضت الاستفتاء وهي غير معنية به ولا يترتب عليه أي أثر وأخيرا القوى الكردية التغيير وبعض الأحزاب الأخرى هي الأخرى رفضت الاستفتاء والانفصال أو ما يترتب على الاستفتاء إذا كان الانفصال هذه نقطة النقطة الأخرى المهمة أن موضوع الاستفتاء صادر عن مسعود البرزاني فاقد الشرعية مسعود البرزاني فاقد الشرعية ولذلك كل ما أصدر عن فاقد الشرعية غير شرعي وباطل وعلى هذا الأساس الموضوع الاستفتاء ما أعتقد عندما ذهب إليه مسعود البرزاني فاقد الشرعية هو ذهب إلى الأمان لكي يعني يبتعد عن المشاكل الكثيرة في داخل الأقليم ويبتعد عن الرأي العام الكردي هناك كثير من المشاكل العالقة داخل الأقليم مشاكل مع الحكومة المركزية موضوع النفوض سريقاته للثروات مصادرته للخريات لنفسكه بالسلطة البرلمات للأقليم وتوقفه طرد وزراء السغير كثير من المشاكل المهمة التي تكاد تعصف في الأقليم حاول بالذهاب إلى الاستفتاء بالابتعاد عن هذه المشاكل أو الهروب إلى الأمام من هذه المشاكل بغية إجراء الحكومة المركزية وإجراء الرأي العام الكردي بهذه بالاستفتاء شكرا لك على هذه المشاركة سيد محمد الصهيود القيادي في اتلاف دولة القانون شكرا طبعا لك حق رد بالتأكيد بس عندي سؤال ثبت اليوم 9 أثمانية 2017 صح؟ كل واحد عندي قراءة تمام؟ 9 أثمانية 2017 وأقول لك من الآن لن يكون هناك استفتاء لا يوجد شيء دائمي ثابت قطعي في السياسة تذكر أسبوع قبل سقوط جدار برلين لو كنا جالسين في نفس الستوديو في برلين كنا نقول بأنه لن يكون هناك سقوط لجدار برلين قبل قيام الكانتونات أو إقليم في كردوسان سوريا قبلها بشهر كنا نقول أنه لن يكون هناك شيء من هذا القبيل منطقتنا تتغير أيام قبل داعش لم كنا نقول لن تقوم داعش وحتى رئيس الوزراء في ذاك الوقت نفسه قال زعيم الأستاذ كان يقول وابلغوه التكستات موجودة كانوا يقولون له بأن الموصل ستسقط يا رجل ستسقط الموصل قال لا لن تسقط الموصل ولهذا بالسياسة لا أعتقد أنه نستطيع أن نقول سيجري سيكون هناك أشياء قضايا القطوية لا تصير بيها بالنسبة ل تحكى الأخ محمد رصيه يعني بصراحة هذا ما قلته في بداية اللقاء لأنه من المفروض إذا القادة يبحثون على الحلول ما يفسحون المجال للمتشددين بالحديث يعني كلامه كله أصلا لا يستحق الرد بصراحة أما احترام المشاهدين سارقة وهذه القصص وشرعية ومشرعية هذه يعني على أساس شرعيتهم أكثر بكثير أو الخدمات التي قدمها زعيمه السابق زعيمه والرئيس للوزراء السابق للشاب العراقي وكل الجرائم والمآسي التي حظ فوق المئة ألف شخص استشهدوا في العراق من المدنيين فقط ابان حكم السيد المالك يعني بصراحة هذا الحديث هذه النظرة من الحديث غير مفيدة الآن ونحن على بعد أقل من شهرين من موعد الاستفتاء المزمع وفت قريبا سيأتي إلى بغداد هذا الحديث طبعا كله ليس موجه إلى أربيل أو إلى السيد برزاني والآخرين هذا كله يريدون يعقدون شغل رئيس الوزراء السيد العبادي الرجل مبيني دور على حلول ويعني أتون هؤلاء حتى يستدرجون رد من أربيل أو يستدرجون رد من هناك يتعقد المشهد أكثر والمشكلة بالنتيجة تبقى على طاولة السيد العبادي وسيد برزاني فبرأيي الحديث بطريقة أهدأ يساعد الطرفين ويساعد الشعبين في الوصول إلى حلول أفضل سيد هوا محمود عثمان الكاتب والباحث في الشيء السياسي شكرا جزيلا على حضورك في السيديو الحصار شكرا شكرا لك الحصاد مستمر من الشرقية نيوز سنبقى على العهد بإذن الله لأمن وأمان قبيلتنا ومناطقنا ونينوى والعراق وسنعمل من أجل وحدة نينوى وأمن وأمان العراق خلال مؤتمر مركزيا عقد بناحية ربيعة اختيار عبدالله حميد الياور شيخا لعموم عشاء الشمر في العراق والمنطقة العربية أجمع وجهاء وشيوخ عشائر قبيلة شمر في العراق على مباعة الشيخ عبدالله حميد عجل الياور شيخا لعموم عشائر شمر في العراق والعالم العربي خلفا لشيخ القبيلة الراحل محسن عجل الياور باعة عشائر عموم شمر خلال مؤتمر مركزي في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى الشيخ عبدالله الياور تثمينا لمواقفه الوطنية إزاء القبيلة وأوضاع الموصل والتطورات في العراق عموما خاصة فيما يتعلق بملفات محاربة الإرهاب ويعادة النازحين وتوطيد العلاقات مع كافة مكونات الشعب وفي أول تصريح من قبل شيخ عموم الشمر بعد انتخابه أكل الشيخ عبدالله لشرقينيوز أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على حل الخلافات العالقة والسعي بنهوض بواقع نينوى وعموما مشيرا إلى أنه متفائل بشأن ما يمكن تحقيقه خلال المرحلة المقبلة ومشددا في الوقت ذاته على أن الخلافات الحالية هي معركة بين ظالم ومظلوم وأضافا أن الخلافات ستنتهي في وقت قريب خاصة مع تشكيل قوة أمنية مشتركة مع بيش مارقة لحفظ أمن ناحية ربيع من الهجمات الإرهابية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أعمل بكل جهد وإخلاص للحفاظ على أمن وكرامة ودماء أبناء قبائل شمر وأنا أكون أخا للجميع وأنا أكون ابن للكبير وأخ للصغير ووالد للطفل وأن أعمل على مصالحهم العليا وأن أحافظ بكل ما أوتيت من فضل الله تعالى على وحدتهم وعلى مستقبلهم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داعش الحمد لله بفضل الله تعالى وإن شاء الله سنبقى على العهد بإذن الله لأمن وأمان قبيلتنا ومناطقنا ونينوى والعراق وسنعمل من أجل وحدة نينوى وأمن وأمان العراق وقبيلة شمر هي قبيلة تمثل كل العراقيين سنة وشيعة وعلاقاتنا مع الأخو الأكراد والتركمان واليزيدية والمسيحيين هي من أروع العلاقات ومميزة وبفضل الله تعالى ستبقى هذه العلاقات وستزداد إن شاء الله تعالى نشكر حضوركم لهذا المكان ونسأل الله التوفير أفوان شيخ يعني اليوم هل تعتقد أن عشرة شمر بقية الحكيمة ستؤلف بين العشائر العراقية الأخرى وستحد من المشكلات التي حدث في السنوات الماضية أو في الأحداث التي جرت على المحاولة نعم قبيلة شمر ستعمل من أجل الأمن والأمان والسلم الأهلي بين جميع العراقيين وستكون هي إن شاء الله العنصر الجاذب للأمن والسلام وهذا ما سيحدث بإذن الله وعدم الاعتداء وعدم الظلم بين العراقيين أنفسهم أو ظلم الآخرين علينا حمد محمد أوتيت وعن عائلة أوتيت وعن عشيرة الفداقة من قبيلة شمر نبارك للشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور لاختياره شيخا لمشايخ شمر لأنه أهلا للمسؤولية وقدم الكثير والكثير منذ 14 سنة وبعد قياب الشيخ محسن عجيل الياور رحمة الله عليه قدم لهذه القبيلة من التضحيات تدلو التضحيات سائلين المولى أن يغفر للشيخ محسن عجيل الياور وأن يوفق الشيخ عبد الله أحميدي عجيل الياور شيخا شايخ شمر من هذا المكان من هذا المكان الطيب المبارك العزيز على قلوب أبناء شمر والعراقيين عبر تاريخهم الطويل وبما قدمه من نبل القيم وإكرام الضيف وإيواء الدخيل وإغاثة الملهوف فقد كان الملتقى وسيبقى بإذن الله منارا للحق لأبناء وطننا الكبير وبلدنا العزيز هنا ومن قصر الشيخ حميدي عزيل الياور نحن شيوخ ورؤساء ووجهاء وأبناء قبيلة شمر أجمعنا بعد التوكل على الله أن نختار الشيخ عبد الله حميدي عزيل الياور شيخ مشايخ شمر خلفا لعمه المرحوم بإذن الله الشيخ محسن عزيل الياور وذلك لما قدمه الشيخ عبد الله الياور طيلت أربع عشرة سنة من قيادة حكيمة للحفاظ على أمن وكرامة ودماء قبيلة شمر ومحاربة الإرهاب والفكرة التكفير المتطرف مصطلح العمالة الفكرية يعود إلى الواجهة صحيفة حكومية تهجب الأديب بكاريكاتير ساخر من انتقاده للحرك المدني والأخير يدافع عن تصريحاته ويقول ردود الأفعال جاءت من أفراد لا تعرف معنها الكاريكاتير الذي شاهتمه قبل قليل على الشاشة هو للرسام خضير الحميري وهو معنا الآن مباشرة مرحبا بك سيد خضير إلى هذا الحصان يعني من أين بدأت فكرة رسم هذا الكاريكاتير هل من تفاعل الناس يعني أنت كرسم كاريكاتير هذه الفكرة تأخذها من تفاعل الناس على موضوع معين أو أنك لفت انتباهك شيء مهم ثم أثناء رسم الكاريكاتير أو أثناء اتخاذ القرار لأن ترسم هذا الكاريكاتير ألم تخشى على نفسك ولو قليلا أدرا يعني الصوت ما دعا سمعه بشكل جيد يعني الآن هل تسمعني بالصورة واضحة نعم نعم الآن واضح نعم 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 هل سمعت سؤالي سيد خضير فني الكاريكاتير شأنه نعم فهمت السؤال فني الكاريكاتير شأنه شأن كل الفعاليات الثقافية الأخرى تعبر بالتأكيد عن المزاج العام والتصريح اللي سمعناه اللي وصم المفكرين أو المثقفين عموما بالعمالة تصريح صادم في الحقيقة كان لابد من يعني مواجهة بمثل هذه السخرية يعني في دول العالم المفكرين المثقفين لهم المكان العليا والاحترام يعني غير المنقوص دائما فمن المستغرب يصدر مثل هذا التصريح أما عن سؤالك هل خشيت؟ لا الرسم ليس فيه ما يخشى الرسم هو مجرد رد على جدل معين جدل فكري الرسم بنظري طبيعي وكما تعرف أنه هذه الديمقراطية الذي يصرح مثل هذا التصريح عليه أن يستقبل ردود الفعل سيد خدير يعني ما هي الرسالة التي أردت أن تصلها عندما رسمت هذا الكاريكاتور ومن تقصد بهذه اللوحة منهم الذين يرتدون الملابس السوداء والذين في الوسط وضح لنا أكثر الشخص الذي في الوسط الذي واضح الشخص الذي في الوسط الأشخاص أحدهم يمثلني شخصيا هو أنا الذي أرمز إلى أحد المثقفين ورسام التوجه في هذا الشخص الآخرين الذين يلبسون ملابس السوداء هم العملاء جزء من سخرية الرسم ذو الناس يقرون كتب وصورتهم مثل ما بدأ في التصريح على هيئة عملاء متخفين بنظارات وملابس على الطريقة النمطية التي قدمتها السينما الرسم بهذه الطريقة بالنسبة لي الرسم بسيط جدا يعني هناك في وسائل التواصل الاجتماعية ما هو أكثر سخطا من هذا الرسم أزاء التصريح اللي إحنا بصدده هنا سيد خضير عندما سألتك هل أما خشيت على نفسك أثناء قرارك لرسم هذا الكركاتير يعني أعني تحديدا أنت وأنا وغيرنا يعلم بأن رسم الكركاتير هو فن وفن راقي حقيقة ولكن ربما الطرف الآخر قد لا يعرف هذه الحقيقة أو لا يتعامل معها بطريقة ربما حضرية أو قد تسمى ربما تدعى أو تسمى كاستهداف حقيقة يعتبر استهداف عند بعض الأطراف أما خشيت أن يفهم هذا بأنه استهداف وبالتالي قد يعرض حياتك إلى الخطر في ظل استهداف الأطباء واستهداف الكفاءات في العراق يعني في الحقيقة يعني طبعا نغلب سؤالك مفهمة الفحوة لكن الزبدة من الموضوع عن المخاطرة في رسم مثل هذا الكركاتير عموما بالنسبة لي بالنسبة للعمل الصحفي لابد بجزء من المخاطرة لكن على المجتمع أن يتحمل هذا النوع من التوضيح أو هذا النوع من الجدل السخرية فن من الفنون الكركتير فن من الفنون اللي تعبر عن نبض الناس فاللي يرفض مثل هذا الرسم رح يرفض أراء الناس هذا هو التداول الديمقراطي حول موضوع معين بالنسبة لاستهداف الأطباء أنا أيضا بالرسمي كاركتير في الأسابيع الماضية صلطت الضوء على هذا الموضوع الرسامي كاركتير جزء من الصحفيين يعني الفئة الصحفية والمثقفين قد يناله بعض الخطر بلا شك يعني طيب سيد اختير يعني كيف بدأت هذه الفكرة في رسم هذا الكاركتير قلت أنك يعني في الوسط قصت نفسك ورسمت شخص بملامح وجهك هل لأنك مدني مثلا من الفكر المدني كيف بدأت معك الفكرة في هذا الكاركتير تحديدا أنا من العملاء اللي أشار لهم التصريح بالتأكيد يعني من العملاء الفكريين نعم أنا من رواد شارع المتنبئ أيضا يعني ولذلك استفزني التصريح واستفزي الكثيرين من الناس فرسمت أنا أعتقد الفكرة بسيطة الهدف من الفكرة أن تصل إلى شريحة واسعة وبطريقة غير مباشرة يعني ما اعتمدت المباشر ولا اعتمدت التجريح بالموضوع اعتمدت لغة السخرية المفهومة من الناس ومن الشعب العراقي حاليا يعني السخرية في تصاعد خاصة في وصال في التواصل الاجتماعي في تصاعد كبير والعراقيون يفهمون الفكرة الساخرة ببساطة يعني هذه فئة فئة رخوة بالنسبة للقادة السياسيين اللي هي فئة المثقفين والمفكرين والصحفيين فئة رخوة ولذلك تستهدف دائما تستهدف سواء بكلام أو بالأعمال الفعلية وهذا الرسم مسالم وبسيط رد بطريقة ساخرة على الموضوع اللي در الدواء الحول شكرا لك على هذه المشاركة السيد خدير الحميري الرسام الكاريكاتور في جريدة الصباح شكرا الحصاد مستمر من الشرقية نيوز حضرت الأمم المتحدة من موجة نزوح جليلة في العراق مع قرب انطلاق عمليات جليلة ضد داعش في تلعفر والحويجة وبعض مناطق الأنبر التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم ونقل المتحلث باسم الأمم المتحدة عن منسقة الشؤون الإنسانية في العراق لزي جراندي قولها أن هذه الوجبة الجليلة من النزوح ستضيف المزيد من التحديات المعقدة في مجال الحماية والأمن التي تواجه السلطات العراقية ووكالات الإغاثة في حديثي لها أمام الصحفين في جينيف أفاتت من السيقط الشؤون الإنسانية في العراق لزي جراندي إن الأمم المتحدة وشركائها يستعدون لمساعدة المدنيين الذين قد يخرون من المناطق الخضيعة لسيطرة التنظيم داعش حيث من المتوقع على القتال في المستقبل القريب فراندي أكدت إن القوات العراقية ستفعل كل مدوسعها لحماية المدنيين على شكلة محدد في الموصل واستقوم بإدارة عمليات إخلاء المدنيين إلى المخيمات كما قالت إن العراق ما يزال من أكبر مهدين العمليات الإنسانية في العالم وأكثرها حرجا تنتظر ألاف العائلات العائدة إلى أيصر الموصل منح إعادة الأعمار لأدور والمحال بعد أن سجلت بدلات الإيجار ارتفاعا غير مسبوخ لاستمرار نزوح أهل أيمن الموصل إلى الأيسر وتغرق عشرات العائلات بديون والقروض لغاية عودة الحياة من جديد للمشاريع الصغيرة واستئناف آلاف الموظفين لدوامهم بشكل طبيعي مفادون عثمان الشلش ينقل لنا الصورة كاملة بعد دمار منازلهم وما يمتلكون يتطلع الموصليون لأمل قد يكون بعيد المنال في بلد تعصف فيه الأزمات وعلى رأسها شح الأموال أبو رامي أحد سكان حي المحاربيين في أيسر الموصل بات بلا منزل بعد دماره ولا مكان يأويه واسترتفاع أسعار الإيجارات بسبب اكتظاظ المدينة بنازحي الأيمن الذين لم يبقى لهم حجر على حجر هناك إذا ما الدولة ساعدنا أنا بالنسبة لها صاحة والبيت يعني ليس مالتي مالورثة مالأخوتي ومالوالدتي الحجية بس نراد لي مبلغ شبير يعني وأني مالت مكان تماما أنا موظف تعرف بها الفترة ثلاث سنوات نحن رواتب ما كان عدنا فمديونين أي موظف الأسعة تتلقي ما أقل من عشر ملاعين ثم ملاعين هو مطلوب لأن صاحب عائلة كانوا إيجار وكذب هاي والرواتب مخطوعة بها ثلاث سنوات كانوا بيها الدواج فهذه ينطونا شهر وشهرين الحمد لله وشكو دم ماشي معناتني بس كبيت كإجراء أنا ما أقدر مأساة أخرى ليست لأصحاب المنازل وحدهم وإنما حتى لمالكين متاجر والحرف الذين باتوا بعد الحرب بلا معيل واستضيع وخراب في كل مكان هنا في الموصل وش راح نسوي؟ والله راح أحاول أن ننتظر بل كتالله شوية راح ما تجينا أو راح نشتول بيدنا ونعيد نبدأ من الصفر أنا صاحب هذا المحل ما تقل لي الشيء راح أعيدهم أنا خلي يجي أي مسؤول بالدولة أي دولة أمريكا غير أمريكا ليش هذا هيتش سوا بينا مواطنون أصبح جل اهتمامهم تعويضات الحكومة التي قد لا تأتي أو حتى كلمة مواساة من حكومتهم المحلية وهي الأخرى قد لا تأتي كما يقول الكثيرون للشرقية نيوز عثمان الشلاش سحل المصر الأيسار العمليات المشتركة ومن بعدها هيئة الحج ينفياني تعرض كتائب سيد الشهداء لهجوما داخل أراضي العراق وأتؤكداني بأن ما تم تداوله من أحداث وقعت خارج الحدود جدد رئيس تيار الحكم عمار الحكيم دعوته إلى الابتعاد عن المشاريع التقسيمية في العراق في إشارة الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان يجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل وقال الحكيم خلال لقائه مستشار وزارة الخارجية الألمانية أكهارد بروزو والسفير الألماني الجديد في العراق برينون قال أنه يجب اعتماد الحوار كمدخل أساس يحل المشاكل مشيرا إلى ضرورة إيجاد علاقات متوازنة بين العراق ودول المنطقة بما يخدم مصلحة البلد وبقية البلد ينضم لنا سيد رعد الحيدري النائب عن تيار الحكمة مرحبا بكم سيد رعد الحيدري إلى هذا الحصاد أو عضو عضو في تيار الحكمة سيد رعد الحيدري يعني لماذا هذا التغير يعني العلاقات الشعير الكردية علاقات وطيدة حقيقة لماذا هذا التغير 180 درجة من قبل سيار الحكمة أو من قبل السيد الحكيم بخصوص موضوع الاستفتاء يعني ما السبب رحيم بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام في واقع الحال ليس هناك تغيير في العلاقة مع الكرد يعني لازمنا نعتقد أن العلاقة استراتيجية علاقة مواطنة علاقة تاريخ مشترك تربطنا مع الأخوة الكرد ولكن حينما تصل الأمور إلى مسألة وحدة العراق وهو مسألة أساسية جدا سيكون هناك الموقف مختلف نحن لازمنا نعتقد أن الحوار هو الأساس ولكن لم نجد حقيقة هناك استجابة ولم نجد هناك مرونة في التعاطي مع هذه المسألة ذهبنا إلى كردستان بوفد تحالفي كبير من قيادات التحالف وتباحتنا مع القيادة الكردية ومع جميع الأحزاب في أربيل وفي السلويمانية ووجهنا لهم رسالة طيبة بأننا مستعدون للحوار واقترحنا تشكيل لجنتان لجنة لجنتين لجنة حكومية ولجنة سياسية يكون التحالف أحد أطرافها ولكن لم نرى استجابة حقيقة لهذه الدعوات بفتح باب الحوار وفتح باب التباحث مع الطرفين وتقريب وجهات النظر تصريحات مستفزة تخرج بأن الاستفتاء مثلا الاستفتاء لا مناصة منه وإذا جئنا للحوار نأتي لنتباحث حول الاستفتاء في حين أن يفترض أن يكون الحوار مفتوحا في أصل الاستفتاء نرى أن الوضع ينحدر بشكل كبير إلى مخاطر كبيرة تعصف بالعراق وبوحدة العراق وبالمنطقة عموما لذلك المسألة هي ليس مسألة تكتيكية أو مسألة هذه لك ولا هذه لي وإلا خلال هذه السنوات منذ أيام المعارضة وبعد تأسيس الدولة العراقية الجديدة لعله قامت العملية السياسية على مبدأ التوافق أو التحالف بين السنة وبين الشيعة بين الحزبين الرئيسيين الكرديين الاتحاد والحزب الديمقراطي وبين الحزبين الكبيرين في العراق آنذاك يعني عام 2003 2004 2005 كان المجلس الأعلى وحزب الدعوة الإسلامية لذلك اليوم ليس هناك متغير في أصل العلاقة لازمنا نعتقد أن العلاقة متينة وأن الحوار هو الأساس ولكن يجب أن يتجاوب الطرف الآخر إلى هذا الشيء هذه النقطة المسألة الأخرى أن انتقال سماحة السيد الحكيم إلى الحكمة لم يغير شيء في موقفه كان زعيم المجلس الأعلى ورئيس التحالف الوطني واليوم بعنوان آخر نفس المبدأ وحدة العراق هي الأساس الدستور هو الأساس احترام الموافق هو الأساس ومصلحة الشعب العراقي ربما وصول الوفد الكردي خلال أيام للعراق للتفاوض والتباحث عن هذا الموضوع يعني أكبر دليل على نية الحوار من قبلهم أنتم كتيار حكمة ماذا ستطلبون ماذا ستقولون هل ستقابلون هذا الوفد الكردي طبعا طبعا نحن رحبنا بهذا الوفد بمجيء الوفد واعتبرها خطوة إيجابية ولكن الوفد هو سبق مجيئه بأنه للتباحث حول الاستفتاء وأن لا مناصة من الاستفتاء يعني هذه هي أيضا لعله عائق في مسألة الحوار الحوار عادة تبدأ بأطر مفتوحة ثم نصل إلى نتائج مرضية للطرفين وهذا ما نأمله وأؤكد مرة أخرى أنه خطوة بالاتجاه الصحيح أن يأتي وفد لتدليل هذه المسائل ولكن الرجاء أن الاستفتاء هو مرحلة حاسمة يعني اليوم نحن نتحدث كقوى سياسية كحكومة اتحادية مع حكومة أربيل أما إذا ذهبنا الاستفتاء فسيتحول الأمر إلى مسألة شعبية وتكون ككرة الثلج التي تتدحرج وتكبر ولا يمكن السيطرة عليها لذلك نحن نحذر من مسألة الاستفتاء وإلا اليوم الاستبيان يمكن أن يكون هناك استبيان أما مسألة استفتاء ومع هذه الظروف ومع هذه الملابسات ومع هذا التشنج بين المركز وبين الأخوة الأخوة في أربيل أو في المنطقة الكردستان عموما بلا شك سيكون النتائج ستكون ومع طبعا أكد مع عدم يعني التأكد من من أحقية من يجري الاستفتاء يعني اليوم ستجريها مفوضية بيد الحكومة حكومة كردستان أو حكومة أربيل لذلك ستكون النتائج مقدما تسعة وتسعين وتسع وتسعين بالمئة فلا يمكن البناء عليها ولكن ستثير تثير المخاوف ستثير الرغبات بالانفصال وسوف لا يستطيع حتى الكرد الوقوف أمام مسألة الانفصال بعد الاستفتاء طيب دعنا نتحدث عن تيار الحكمة قليلا سيد رعد الحيدري يعني تيار الحكمة يقول أنه هو الممثل الشرعي الصوت غير واضح الآن الصوت غير واضح واضح إذا أمكن الآن هل هو واضح هل صوتي واضح الآن صوتي واضح سيد رعد لا لا غير واضح طيب إذا كان صوتي غير واضحا إذا كان صوتي غير واضح الآن واضح صوتي واضح معك الآن سيد رعد الحيدري هل تسمعوني بوضوح سيد رعد هل تسمعوني هل تسمعوني أنا لا أسمعك الآن هل تسمعوني سيد رعد طيب تسمعني بوضوح طيب تيار الحكمة يقول بأنه هو الممثل الشرعي لأسرة آل الحكيم المجلس الأعلى قياديون في المجلس الأعلى رئيس المجلس الأعلى شيخ خمام حمولي قال المجلس الأعلى هو الممثل الشرعي لأسرة آل الحكيم طيب وكذلك السيد خمام حمولي قال المجلس الأعلى هو سيبقى متمسكا بتاريخه وجذوره لشهيد المحراب يعني هذه الصورة الضبابية كيف ستكون واضحة أمام الناخب ينتخب مجلس أعلى أو ينتخب الحكمة في ظل هذه الصورة الضبابية ما بين الكتلتين السياسيتين المنفصلتين حديثا لا أعتقد أن سماحت سيد الحكيم تحدث في مثل هذا الشيء أنه هو الوريث لأسرة آل الحكيم أو لفكر آل الحكيم نحن في المجلس الأعلى تأسس على متبنيات شهيد المحراب سيد محمد باقر الحكيم واستمر بمسيرته سيد عبد العزيز الحكيم عزيز العراق لا يمكن لشخص أن يحتكر هذا الفكر ويحتكر هذا الشيء نحن نقر أن الأخوة في المجلس الأعلى هم من مدرسة شهيد المحراب وكذلك سيد عمار الحكيم هو من مدرسة شهيد المحراب وتربية شهيد المحراب وهو الحامل لهذا الإسم والحامل لهذا اللقب والحامل لهذا التأريخ ولكن لا نستطيع القول أنه هو المحتكر لهذا الإسم ولهذا التأريخ المدرسة الشهيد المحراب وتخرج منها العديد بدر أيضا هم يدعون أنه هم من مدرسة الحكيم وهم أبناء الحكيم كما يدعون لذلك لا نجد هناك تقاطع نعم سندخل الانتخابات ببرنامجنا السياسي بفكرنا الجديد ببرامجنا الجديدة التي نطرحها ونحن من مدرسة الشهيد المحراب ونحن من هذا المنهل الواسع الكبير لا أعتقد أن هناك حكر لأحد لا للمجلس الأعلى ولا لبدر ولا لسيد عمر الحكيم أو تيار الحكمة هو للجميع ولكن كل يستطيع أن يقول هو من هذه المدرسة وهو ابن هذا التيار ولكن في الانتخابات يطرح برنامجه السياسي البرنامج السياسي ليس له علاقة بالاسم أو بالتأريخ أو بالتأريخ ثقة الناس بهذا الشخص ولا شك ولا ريب أن السيد عمر الحكيم هو يحمل هذا التأريخ يحمل هذا التأريخ يحمل هذه المدرسة يحمل أفكار هذه المدرسة ولكن أكرر مرة أخرى لا يحتكر هذا الفكر ولا يحتكر هذا الاسم ولا يحتكر هذا التأريخ الأخوة في المجلس الأعلى أيضا ضمن هذا التأريخ وضمن هذه المدرسة إذا كانت أثناء نفس الشيء تقول مجلس العلاوة تيار الحكمة نفس الشيء ما الحكمة من الحكمة إذن؟ سؤالي ما الحكمة من الحكمة؟ لا أنا قلت التأريخ نفس التأريخ والمنهج نفس المنهج ما الحكمة من إنشاء الحكمة؟ أنا أريد أن تخب ليس في الاختراتيج أريد أن تخب الآن ليس في الحكمة لهم المجلس العلاوة تقول فيهم نفس الشيء ما الحكمة من الحكمة إذن؟ أنا أجيب حتى توضح نعم أنا أجيب شكرا لك تفضل لم أقل نفس الشيء أقلت نفس التأريخ نفس المنهج نفس المنهل أما الطروحات اختلفنا في مسألة التكتيك اختلفنا في مسألة المنهج المتبع في التعامل مع قطاعات كبيرة من الناس اختلفنا في مسألة الوجوه الشبابية التي استقدمت إلى المجلس الأعلام مؤخرا والاعتماد عليها اختلفنا في كثير من الأمور ولكن في استراتيج أنا أقصد أنه والاسم والمنهج المنهج واحد والاسم واحد ولكن اختلفنا في التفاصيل وسندقل الانتخابات أيضا بمناهج مختلفة اليوم تيار الحكمة يحمل منهج جديد سيطرحه إلى الناخبين إلى الجمهور وسيعمل على إيضاح هذا المنهج والأخوة في المجلس الأعلاء أيضا سيعملون على توضيح منهجهم لذلك أنا قصدت أن المشكلة في التكتيك وفي اسلوب سماحة السيد الحكيم في طرح البرامج وفي السرعة بالعمل والحماس والاعتماد على الشباب والطروحات المنفتحة اليوم حينما يحمل تيار الحكمة اسم التيار الوطني هذا ليس فقط اسم هذا منهج سيكون متبع وهو ما كان يدعو إليه سماحة السيد الحكيم منذ مدة ولكن في إطار المجلس الأعلى وفي إطار الهيئة القيادية التي كانت تحكم المسار كان هناك كثير من التقاطعات في مسألة الوطنية وفي مسألة الشبابية وفي مسألة الأساليب الجديدة أو المساحات الجديدة التي نريد أن نتحرك عليها هذه التي كانت تؤطر السيد الحكيم وتؤطر نهجه في داخل المجلس الأعلى سرايا الجهاد التي كانت تابعة لكم وهي من ضوية ضمن الحجد الشعبي هل هي اليوم تحت راية الحكمة أم المجلس الأعلى هل حسم الأمر بشأنها تقصدون السرايا عاشراء لأن سرايا الجهاد هي الجهاد هي لحركة الجهاد والبناء وهي من اليوم الأول هي من ضوية تحت تيار شهيد المحراب وليس المجلس الأعلى لذلك هي أعلنت حين أصبح الانفصال أعلنت أنه ستكون منفصلة أما بالنسبة لسرايا عاشراء منذ اليوم الأول نحن رفعنا راية أن يكون الحشد تحت قطاء الدولة وتحت اسم الدولة ولعله الأكثر من دعا إلى تشريع القانون هو سماحة سيد الحكيم حينما حضر بنفسه لتشريع قانون الحجد الشعبي لضمان حقوق الحجد الشعبي ولضمان انضوائه تحت غطاء الدولة العراقية لذلك نحن لا نؤمن لم نكن نؤمن حينما كانت سرايا أنه سرايا عاشراء هي للحكيم أو للمجلس الأعلى وأنما هي سرايا عملت بفتوى المرجعية وتعمل تحت غطاء القائد العام للقوات المسلحة واليوم نحن بنفس العقيدة هي سرايا أسست وجمعت وانطلقت بفتوى المرجعية وهي تعمل تحت الغطاء وأعتقد أنه السيد رئيس القائد السرايا أوضح ببيان كان معتدل أنه لا يتدخل القوات بالسياسة وأن هذه السرايا هي تابعة للقوات العراقية أو تعمل ضمن غطاء القوات العراقية وليس لها دخل بالأحزاب وهذا هو المنهج الصحيح شكرا لك العضو في تيار الحكمة سيد رعد الحيدري الحصاد مستمر من الشرقية نيوز خطأ طبي قاتل يبتر ساق شاب من بابل والخلاف المائي بين عشائر ذيقار ينذر بحرب على المياه دعا زعيم التيار الصدري مقتر الصدر الحكومة العراقية إلى إبعاد الفاسدين والطائفين عن أعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش خاصة في محافظة نينوى وقال الصدر في رد له على سؤال اللي وفد من أهالي الموصل بشأن أعمار محافظتهم والوعود غير المجدية التي تلقاها الأهالي هناك من مسؤولين رفعين قال أن الفاسدين سال لعابهم على الموازنات التي أطلقت لإعمار محافظة نينوى وأن على الحكومة انتقف بوقفة جادة لإبعاد المنتفعين والطائفين والفاسدين عن إعمار هذه المناطق وجميع المناطق المحررة إلى ذلك وجه المرجع الديني محمد يعقوبي انتقادات لذعة للكتل التي صوتت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وقال إن تلك الكتل ليست كبيرة بأي شيء إلا في الفساد والظلم والاستئثار والاستخفاف بالناس استهتار وقال لعقوبي في بيان أن وصف هذه الكتل بأنها الكبيرة فيه جناية وحيف على الألفاظ لأنها لا تملك أي مؤهلات وإنما صنعتها ظروف وإرادات نافذة ومؤثرة في الوضع العراقي وحذر المرجع الديني من إدخال الشعب العراقي في محرقة جديدة تتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقبلة كالمحرقة التي أحدثوها عام 2014 بإدخال داعش تسبب خطأ طبي فادح من قبل طبيب تجبير في الديوانية بتدمير مستقبل الطالب في السادس الإعدادي سجاد الذي نقل إلى مستشفى الشوملي إثر إصابته بفتر في عظمة الساق خلال لعبة كرة القدم قرب منزله ببابل وتحول فتر بسيط في العظم لم يصل لمستوى الكسر تحول إلى كابوس انتهى ببتر ساق الشاب وتركه مقعدا بعد أن كان ينافس على المقاعد الطبية في الكليات وسط صدمة وانتحاب ذوي متابع متابع قاعدة ألعب بقير بقير بالساحة شفتها الساحة كسرة تكسر بسيط سنقلوني مستشفى الشوملي المستشفى ديوانية أخرحنا للدكتور دكتور موسى عمران بيدة صبها وبعيادته الخاصة صبها صبها قوية وموت الشريان وهسان مقعد لا طل على المشي وفورا فترة وورا يومين ورمت وانضغط الشريان وشكل قنقري وماك وقالوا لي لو تموت الدكتور بالبصرة قال لي لو تموت لو تقصها يعني فاستسلمت للعمر الواقعي وقصيتها سجاة طالب سادس علمي هو الشبير ودمرنا دمار الدكتور دمرنا دمار والله العظيم دمرنا دمار تقربوا حتى بيها تباعة حتى أمراض صارت بينا كل الأمراض صارت بينا والناشد الدولة أكهيتي بيها تاريخ من ما وراء صبه ودكتور معروف يدمر لابن بالسادس علمي والله وأمان الله كان يضغل أبوي الكتاب اللي يطلع دكتور وتاليها هسه من شهر الثالث لهسه ما يطلع منا لهنان حايربي بيت بعت على مودة أين هالحكومة؟ أريد لواحد يطلع لي يقول لي أنا شريف وأنا أقض حقك ليش بس قاعدين غادي؟ ليش بس يهمبلون بالتلفزيونيات؟ ليش من واحد يوقعهم مشكلة ما أحد يوقفون له؟ تخضع شائر مناطق أطراف الناصرية ما يشبه بحرب الجداول والأنهار على حصاصها من نهر الغراف مع تبادل الاتهامات بتشييد قنوات متجاوزة وتكسير أخرى من قبل مجهولين ويهدد الجفاف مساحات خضراء واسعة في ذيقار فضلا عن تفاقم أزمة مياه الشرب والاستهلاك اليومي في محافظة الأهوار العراقية غزوان الغزي والتفاصيل هنا على أطراف قضاء الناصرية في قراءة الزيرج تحديدا تقف هذه النخلة مصارعة الموتى في موسم جني ثمار قريناتها إلا أن جفاف قناة شبط الكسر الإروائية التي تسقي أكثر من 15 ألف نخلة أوقف ثمارها ومنع المزارعين من زراعة أي محصول ناهيك عن بيعهم مواشيهما نحن عطشانين وهالكالين وصارتنا حوالي فوق الخمس سنوات تشوفوا حالتنا النخل مات والمواشي بانتنا ماتت ويقول السكان هنا أنهم طالبوا دوائر الموارد المائية بالعدالة في توزيع المياه على جداول المحافظة لا أن تعيش بعضها أوفرة في الماء وأخرى تعيش جفاف ناس تريد نطق هذا الشط الصبابة وتحولها بشطة الزيرج الثلاثبوريات ماي حلو تجي من الشطرة وتروح للناصرية عدة حلول ولكن احنا ما نريد هذا الشي نريد الحكومة تعالج قضيتنا احنا نقدر عدنا هذا نهر الوافاء نقدر هسن طيرة بس غير صير عمل تخريبي وما نريد نخرب احنا اذا نريد نخرب نجي بالماء من الصبح نطق هذا الصبابة يصب شطنا متروس فيما تقول مديرية الموارد المائية أن التجاوزات حاصلة على نهر الغراف سبب في حرمان هذه المناطق من سر حياتها من قراءة زيارة غزوان الغزي الشرقية نيوز نهاية حصار هذه الليلة شكرا لكم على كرم المتابعة وتقبلوا تحيات أسرة الحصاد من الشرقية نيوز شكرا لكم شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة